لدى لقاء سموه بالوزراء المشاركين في اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي أكد صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي في مجلس التعاون مؤكدا سموه أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي مركز ثقة للأمن الغذائي الخليجي وأن الجهود المباركة لقادة دول مجلس التعاون قد عززت جهود دوله في تحقيق الأمن الغذائي والمائي هذا وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية بمناسبة عقاد اجتماعها الثامن والعشرين الذي يعقد في مملكة البحرين وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة بدول المجلس وخلال اللقاء أكد سموه الحرص على دعم دور القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي واعد بدول مجلس التعاون من شأنه جذب المشروعات الاستثمارية مؤكدا سموه على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتعزيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية في دول مجلس التعاون لضرورتها وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي لفتا سموه إلى ضرورة التعاون الذي يضمن نجاح السياسات الزراعية الخليجية ويكفل استغلال وصيانة الموارد الطبيعية في دول المجلس لتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالقفزات التي حققتها صناعة المنتجات الغذائية بدول مجلس التعاون مؤكدا سموه تطلع إلى وطيرة أسرع في التعاون في المشاريع الزراعية وصناعة التمور والمنتجات الزراعية الخليجية لقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التعاون في تحقيق الأمن الغذائي يشكل عنصرا محوريا في تعزيز الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل وللنهوض باقتصادات دول المجلس داعيا سموه إلى تنمية الاستثمارات الخليجية المشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي وأطلاق مبادرات تدعم وتوسع النشاط الزراعي لتلبية احتياجات شعوب المنطقة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ضمان الأمن الغذائي بات يشكل تحديا عالميا في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وأزمات لافتا سموه إلى أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في تنمية الانتاج الزراعي من خلال دعم الانتاج المحلي والاستثمارات الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة سعيا للوصول للأمن الغذائي وحث سموه على ضرورة أن تكون هناك خطط استراتيجيات متكاملة لتعزيز التعاون الخليجي في مجال الأمن الغذائي وأن تتوحد الجهود من أجل تنمية الموارد الذاتية وضمان استدامتها للأجيال القادمة من جانبهم عبر وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز التكامل والتعاون الخليجي في كافة المجالات مشهدين بما يطرحه سموه من مبادرات لتعزيز مختلف الجوانب للتنمية الخليجية وما تقدمه مملكة البحرين من مساع دائمة إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لخير وصالح شعوب دول المجلس ترجمة نانسي قنقر